تزداد مشاهد الضمار والركام في قطاع غزة بين وقت آخر ومنطقة وأخرى جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة فالتصعيد الأخير على القطاع خلف ضمارا بأكثر من 800 وحدة سكنية بشكل جزئي إضافة إلى 100 وحدة بشكل كلي حيث بلغت الخسائر المالية نحو 10 ملايين دولار تشمل قطاعي الزراعة والصحة وبحسب تقديرات الخسائر لمختلف القطاعات خلال عدوان مايو 2019 فقد بلغ إجمال الموازنة المطلوبة لبرنامج عادة إعمار الأضرار الكلية والجزئية حوالي 9.5 مليون دولار شامل تعويضات القطاع الزراعي والاقتصادي وقطاع الصحة والتعليم وقطاع البنية التحتية هذه الإحصائيات التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير تضاف إلى نحو 10 ألاف وحدة سكنية دمرت بشكل كلي بحرب عام 2014 وما يزيد عن 150 ألف بشكل جزئي ما تزال عشرات المنازل منها لم يتم إعمارها لعدم توفر دعما ماليا لها يعني مؤتمر المانحين في العام 2014 بالقاهرة في شهر أكتوبر تم الاتفاق على 5.4 مليار دولار 2.7 لدعم الموازنة و 2.7 لعملية الإعمار للأسف الشديد دول كثيرة لم تفي بالتزاماتها لو أوفت هذه الدول بالتزاماتها أولا ستحل أزمة الوحدات السكنية المضمرة وتحل أزمة ألاف المواطنين النقطة الثانية والأهم أن هذه الدعم إذا توفر بالتأكيد سينشط قطاع البناء الذي يشغل آلاف العاملين فيه لم يعد يخلو شارعا أو مخيما في قطاع غزة إلا وأخذ نصيبا من الضمار جراء الاعتداءات المتكررة من قبل الجيش الإسرائيلي ما يزيد من معاناة الفلسطينيين وسط رد الأوضاع الإنسانية وتأخر عادة عملية الإعمار عمليات الضرب والتدمير المستمر والممنهج والمقصود لمفاصل حساسة في المنشآت الفلسطينية هذا أمر مقصود جدا بهدف إرباك الاقتصاد الفلسطيني وإبقاءه مترديا الحالة التي يصل إليها المعروفة للجميع ونسب البطالة العالية ونسب الفقر المرتفعة ونعدام الأمن الغذائي وإلى آخر منذ عام 2007 شنت إسرائيل ثلاثة حروب على قطاع غزة إضافة إلى أكثر من 15 جولة عسكرية دمر خلالها البشرة والحجر بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للقطاع تعمت الجيش الإسرائيلي في كل عدوان ينفذ على قطاع غزة تدمير ما يتم إعماره واستهداف كل ما هو حيوي لإلحاق الضرر بالمواطن الفلسطيني عامر الفراء قناة اليوم قطاع غزة